ايه شكل التطوير اللي حصل هو حضرك بالنسبة لأراضي جديدة القانون بيلزم المزارعين ان هو يستخدم نظم الرأي الحديثة وما بنقول نظم الرأي الحديثة المعصود بها نظم الرأي بالطنقيت او بالرش الرش ده اللي هو البيفوت اللي احنا بشكل مختلفة منها البيفوت اللي حضرك بتتكلم عليه وده بيستخدم في المساحات الواسعة لان البيفوت بيروي ميد فدان او اكثر لكن في المساحات الصغيرة بنستخدم فيها نظم الرأي السابتة او المتحركة فيه انواع كتيرة جدا من نظم الرأي بالرش حلو بالنظم الرأي بالطنقيت ده نظام الرأي كلها بنقول عليها نظم الرأي موضعية يعني بتوصل المياه الى النبات مباشرة حتى جدر النبات مباشرة حلو فده رأي موضعي بنقول عليه الرأي الحديث الرأي الحديث ده القانون بيلزم المزارع في الاراضي الجديدة كلها ان هو يطبق نظم الرأي الحديث فالدولة مشكورة كان فيه بعض المساحات لم يلتزم المزارعين بتطبيق نظم الرأي الحديثة وده الكلام ده بدأ في سنة 2020 في 2020 من الحصر اللي موجود لقينا ان فيه حوالي مليون فدان ومليون وعشرين الف فدان كان المزارعين غير ملتزمين بتطبيق نظم الرأي الحديثة يعني تقريبا عشرة في المئة اه فالدولة مشكورة لا اوه ما نقدرش نقول عشرة في المئة الثلاثة وثلاثة من عشرة طلع منهم مليون فدان يعني التلت تقريبا التلت تقريبا ما كانش مطبق فيه نظم الرأي الحديثة